شدد وزير المالي السعودي محمد بن عد الله الجدعان على أهمية برنامج حساب المواطن الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافي الناجم عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة واستعرض الجدعان في كل ما له أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق المقد الدولي خلال ترأسه وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق المقد والبنك الدوليين آخر تطورات الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وتحديدا من خلال الدور الفعالة الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته ولفت الجدعان إلى الجهود المدذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال عدد من الإجراءات بما فيها رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية إلى جانب الدور الذي تقوم به برامج الخصخص في تحسين الإطار المالية العامة ورفع مستوى المسائلة وتحقيق أعلى مستويات الحكيم إصلاحات واسعة وكأن الجدعان قد صرح في 26 سبتمبر الماضي أن تفاصيل برنامج الدعم الحكومي حساب المواطن ستعلن خلال الأسابيع المقبلة وتأتي تصريحات الجدعان مع انتهاء القائمين على البرنامج من كافة التفاصيل الخاصة به وعرضه على الجهات العليا للحصول على الموافقات النهائية وحول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة قال الجدعان نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطار بدءا من تصحيح أسعار الطاقة والتركيز على دعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة وأعداد الشركات المملكة للحكومة للخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم كما أكد أن المجتمع الاقتصادي في المملمة بدأ بقطف ثمار هذه الإصلاحات من خلال تواثر بأعمل أكثروا استقراراً وثقة أكبروا للمستثمرين يدلوا عليها إصدار سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة حيث جرت طرح الأولية الدولي للسكوك بالدولار في شهر أبريل وهو ما لقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين فوصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد على 33 مليار دولار وأوضح أن هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار دولار يعيد أكبر طرحاً للسكوك في العالم كما أشار إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف المملكات المعلن والمتمثل في الميزانية المتوازنة من خلال الإصلاح المالي ففي النصف الأول من هذا العام ارتفعت الإيرادات بنسبة 29% في حين أن خفض الإنفاق بنسبة 2% ما أدى إلى انخفاض كبير في العجز شدد وزير المالي السعودي محمد بن عد الله الجدعان على أهمية برنامج حساب المواطن الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة ترجمة نانسي قنقر